بيّن هذا الامر. اضرب لك مثال صغير. انا ممكن اعملها. ايه رأيك? انا النهاردة. هل تتخيل? هل تتخيل? شخصي مثلي مسلا. مثلي. بيهاجم زكريا بطرس. وبيطعم في زكريا بطرس. وعمل يبين للناس واحدة واحدة واستب بيستب زكريا بطرس كدب هنا. وزكريا بطرس كدب هنا. وابوهم شنودة كدب على القرآن في النقطة دي. وابوهم مش عارف مين كدب على الاسلام في النقطة دي. وتتخيل في مرة واحدة انا اصبحت تلميز زكريا بطرس. يا ابني دا انت دا انت اللي مبين كدب زكريا بطرس في اكتر من مئة حلقة. وممكن حلقات يوم عدت لاربع ساعات يعني اكتر من مئة ساعة. مئة ساعة عمال بتبين لنا اكتر من الف كدب لي. اصبحت تلميز زكريا بطرس. لا يبقى انت شكلك قابض. ما انت في حاجة. في مصلحة ما. يا بولوس كنت اولا تشتم يسوع وتسبه وتكفره وتكفره وتطعن فيه وتطعن في المؤمنين بيه. هب اصبحت المؤمن بيه. يا ريت مؤمن بيه خلصت. لا دا انت اصبحت رسول. مرة واحدة ايه دا? مرة واحدة كده. طب امن الاول كده واحدة كده. وبلع عريقك زي ما بيقولوا. انما هب من كافر به محارب له ومحارب لدينه وقاتل لاتباعه وحرام كنيسة. بيسرق كنيسه. بقيت رسول. دا اللي هو ايه يا فندب دا? دا 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 اللي هو ايه? دا اللي هو ازاي? ازاي يعني ازاي? لا دا انت اخد بلك كمان. انتو عارفين بولوس ادعى الرسولية والدعى ان هو رسول من الله. عارفين وهو رايح فين? وهو اصلا رايح يقبض على المؤمنين. هو اصلا كان رايح عشان يقبض عليهم. ان بيقول لك ما بتعرفش ايه اللي? اعمن على الحمر اللي راجبه. ولا من على الفرس اللي? هنجلها هنجلها. بس بس ايه زي ما بقولوا? هنسبق احداث سريعا. قال عمل له هب ام واي اعمن على الحصان. من? من انت? قالوا انها سوع. وخلاص ارسلتك. على طول كده. طب واحدة واحدة. طب امن الاول. وبين للناس صلواتك وحركتك ومعجزاتك وفركتك. مش غب واعتمن. يا جماعة كان على الحمر. كان كافر بالمسيحية ومحارب. واعمن على الحمر بقى نبي. الله هو اكبر. الله هو اكبر. يعني مش واحد بقى بطرمك كده بقى الواحد يقعد يركب حمير ويقع من على الحمير ويدعي النبوة بقى. امشي على الحمر ام واقعة. انت متعرف ايش ده نطلع لي. ظهر لي. ايوة وبقت رسول. انا جيت لكم رسول. اعمل لكم بس هنا بقى. اغير اسمي كده بقى. يعني بتخيل لكم الفكرة يعني. وابقى رسول. تقول لي ايه الدليل اقولك واعتمن على الحمر. الدليل بتاعي يا فندم. دليل الرسالة بتاعتي. ايوة ان انا واعتمن على الحمر. اصور لك واعمل لك باس مباشر وانه واعمل على الحمر. عشان بقى تصدقني بقى بالنبوة. ينفع. اللي عليكم ينفع. بهذا استطاع ان يضحك على قليل العقل ويستغفل المتابعين للمسيح الحق. بهذا ادر فعلا انه يستغفل ويضحك على اتباع المسيح المسيح الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه الدرجة وبهذه الدرجة من الفهم استطاع ان يستغفل ويضحك على اتباع عيسى النبي صلى الله عليه وسلم. دي النقطة التانية. والنص التاني معانا في الموضوع النهاردة. انا عشان بس اتقو في الصورة اه بولوس ما انا بقولك بولوس هو اللي بيضحك على اتباع المسيح الحق. لان الدين اللي جاي ده دين عقدة الفداء والصلب وبخطية واحدة دخلت العالم مش عارفه بالخطية كل ده كله 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 بولوس. فإن لم يكن المسيح قد قام بالاموات فباطلا كرازاتنا وباطل ايضا ايمانكم كله. هنجيلها نقطة نقطة يعني. خلاص? واللي قال ايضا اه المسيح افتدانا من لعنة النموس اذ صار لعنة لاجل. برضو كلام بولوس. تعرفين النص بتاع المسيح صار لعنة لاجلنا ده? دمر. دمر. قلوه هي بولوس. اه معزيرة. دمر رسالة بولوس. يا خبر. انت انت بتقول ايه محمد يا نصير? ايه والله. انا عارف انا بقولك ايه? قول بولوس. عندما قال بولوس المسيح صار لعنة. دمر رسالة بولوس. دمر ان بولوس رسول. ده ده قال كمان بيقول كده ان بولوس من الشيطان. ايه محمد الدنيب.